سعودية صعب جدا ان تحصل منافسة لأسبانيا والبرتغل والمغرب وبالتالي هتبقى المنافسة ممكن يبقى 2034 بيجهزولها من دلوقتي كملف مشترك بين السعودية ومصر او مصر والسعودية واليونان وكده اصبح في ملفين بس اللي هينفسه على 2030 واعتقد السلام عليكم اصدقائي مرحبا بيكون في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر اصدقائي فالفيديو تشوفوا الاعلام البريطاني والاعلام المصريكية يتكلم حول السحاب السعودية من الملف مشترك مع اليونان ومصر لكاءة العالم 2030 وبهذا يبقى واحد الملف قوي يعني ملف في المغرب برتغال واسبانيا بالمقارنة مع الملف امريكي الجنوبي ملف في المغرب هو اللي عنده واحد الحضوض او يعني اكبر واحد ووفر انه ينطم هالتظاهرة العالمية لان انا قنا عرفوا بان الدول العربية والدول الافريقية ستساند المغرب والدول الاوروبية ستساند اسبانيا والبرتغال والبرتغال و قنا شوفوا بان يعني الدول امريكا الجنوبيا يعني منهم اربع دول بقوبة دول اللي قادي يسندوهم ودول متاع امريكا الوسطى وامريكا الشمالية يعني الغالبية عادت تمشي لهذا الملف يعني نقدرون قلو بأن تنظيم كأس العلال 2030 سيكونوا في المغرب اصدقائي واحد الفيديو لجد رائع من الإعلام بريطاني والإعلام المترين خليكم تفرجوا في هذا الفيديو ما تساويش لي ما تساويش في قناتي ساوي وقناتي في هذا الجرس باش تساويش في هذا الجرس لايك والبارتاجر أصدقائي باش الفيديو تشجعونا فيه تانا هنا نقول لكم فرجا ممتعا نطلقوا من بيع الفيديو والسلام عليكم الدوري السعودي عامل عارفين الهسهس يعني عارفين ما تقعد حاجة تزن كده في ودانك بقى في حاجة بتزن طول الوقت في ودان الدوريات الأوروبية الكبيرة كمان لسه برا كنت بقول لكم نيفل النجم الإنجليزي السابق الشهير كان بيحذر في الدوري الإنجليزي بقولهم لازم تشوفوا حل لسيطرة الدوري السعودي على اللاعبين اللي بقى يسيبوا الدوري الإنجليزي عشان يلعبوا للدوري السعودي بمناسبة كمان الحديث عن السعودية في أخبار نزلت هتلع لكم دلوقتي خبر أنه هم المركة الأسبانية قالت في تقرير لها أن السعودية قررت الانسحاب من فكرة الترشح لاستضافة مونديال 2030 وكان فيه فكرة ملف مشترك بين السعودية ومصر واليونان وأن السعودية أبلغوا المسؤولين عن كرة القدم في مصر أو في اليونان بأنه هم قرروا الانسحاب من الترشح في البطولة دي وأنه شايفيني أنه هايبا فيه صعب لمنافسة أسبانيا والبرتغال والمغرب على الاستضافة دي وفق قرائتهم يعني وفق قرائت السعودية صعب جدا أنه تحصل منافسة لأسبانيا والبرتغال والمغرب وبالتالي هتبقى المنافسة ممكن يبقى 2034 بيجهزولها من دلوقتي كملف مشترك بين السعودية ومصر أو مصر والسعودية واليونان وكده أصبح فيه ملفين بس اللي هينفسه على 2030 وأعتقد هيعلن قريبا من الملف اللي هيكسب عندك الأسبانيا والبرتغال والمغرب وعندك في أمريكا الجنوبية ملف مشترك بين الأرجنتين على اعتبار أنها كسبانة كاس العالم في قطر فعايزة تاخد كريدت بهذا الانتصار وهيكون معاها تلت دول أخرى باراجوي وأورجوي وتشيلي بحيث أن أربع دول زي ما قلت لكم بارح أن دلوقتي كاس العالم بقى 48 منتخب فاستضاف الدولة واحدة لكاس العالم بقى تشيء من سبع المستحيلات حد الشيء يقدر يستضيف البطولة وبلاعب بتأمين بإمكانيات مادية وبشرية وفنادق وكل الكلام ده 48 منتخب بجمهورهم بنسهم مسألة مجهدة جدا فالملف بتاع الأمريكا الجنوبية أربع دول أرجنتين وأورجوي وتشيلي وباراجوي ورقوا المركة ده المركة بتقول كده رغم أن احنا حاولنا نستفسر من بعض الزمل الصحفيين في السعودية قالوا احنا ما فيش حاجة رسمي حتى الآن صدرت لكن المركة بتقول أن ده على عهدة مصدر موثوق فيه واخدين عنده الخبر في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلوني بقى العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيق أهداف خطة التحول إلى اقتصاد متنوع وإنجاز مشاريع كبرى والإطفاء صفتي العالمية وجذب السياحة والاستثمار إليها تقدمت السعودية لاستضافة أبرز الأحداث العالمية كإكسبو 2030 وكأس العالم 2030 بملف مشترك إلا أنها سحبت ملف ترشحها لاستضافة الحدث الأخير بحسب التقارير من المقرر مشاهدين الإعلان عن المرشح الفائز بتنظيم كأس العالم في سبتمبر أيلول عام 2024 وطبعا تقدمت كل من السعودية مع مصر واليونان بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2030 ولكن المنافسة شريسة فهناك ملف مشترك تقدمت به أيضا إسبانيا والبرتغال والمغرب معا كما تقدمت أيضا الأرجنتين والأورغوي وتشيلي وبارغوي بملف آخر لتنظيم البطولة لم توضح التقارير الأسباب وراء الانسحاب ولكن صحيفة ماركا الإسبانية نشرت مقالا ذكرت فيه أن ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب أصبح المرشح الأقوى بين المتقدمين لاستضافة كأس العالم عام 2030 وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود قد تواصل مع كل من مصر واليونان لإبلاغهم بقرار بلده بسحب مشاركتها في الاستضافة وتعلل الصحيفة أن الانسحاب أتى بعد دراسة تفصيلية أدركت السعودية فيها صعوبة التغلب على ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب وتواصل برنامج تريندينج مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لتأكيد خبر انسحاب السعودية ولكن لم يردنا أي رد منه حتى الآن طبعا لقى خبر الانسحاب أو انسحاب السعودية اهتمام روادي التواصل الاجتماعي فمثلا هنا عمرو يعلق ويقول كأس العالم 2034 فرصة كبيرة للسعودية وقت أطول للتجهيز والاستعداد وفرص أكبر من كأس العالم 2030 أما تغريدة من عبد الله فيقول السعودية تركز على استضافة اكسبو 2030 ومن غير المنطقي أنها تستضيف الحدثين بنفس الوقت أما تغريدة أخيرة من أبو أحمد يقول فيها من حق السعودية أن تنسحب لأن شركاءنا في تنظيم كأس العالم اليونان ومصر بكل بساطة يعانون اقتصاديا مقارنة بتحالف إسبانيا والبرتغال والمغرب وبالتالي ستتكلف السعودية بكل شيء وسيشاركنا أولئك بالفائدة دون أن يبذلوا شيئا طبعا تقارير أخرى تناولت قضية حقوق الإنسان فيما يتعلق باستضافة كأس العالم والأحداث الدولية الأخرى ونشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إنه بحسب استطلاع للرأي أجري في 15 بلدا فإن 53% ترى أن حقوق الإنسان يجب أن تكون معيارا حاسما في تحديد البلد المضيف ومن الجدير بالذكر مشاهدين طبعا أن هناك تركيزا على ملف الرياضة في السعودية إذ تسعى المملكة إلى الوصول للعالمية من خلال استقطاب لعبين أجانب في أنديتها أو لعبين عالميين ككريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة أهلا وسلم أصدقائي ومرحبا بكم مرة تنتمي على قناتكم يوصل الخبار تنتمينا من هذا الفيديو يكون الإعجاب لكم أصدقائي تلعنا وصلنا لنهاية الفيديو لما مشترك القناة يسير في القناة ويفعل زر الجرس باش تصلوا جديدا على القناة أصدقائي لعجبكم هذا الفيديو كتروا ياموا اللايك والبارتاج تلعنا خوتي العزاز يقول لكم تلقوا فيديو جديد في موضوع جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة